مرحبا أصدقائي اليوم سنتكلم عن ضوء الشمس وكيفية استغلال ضوء الشمس في إنتاج الكهرباء أو ما يسمى أو ما يصطلع عليه بالطاقة الشمسية طبيعة الحال الطاقة الشمسية هي الضوء والحرارة المبعثين من الشمس لذلك قام الإنسان طبيعة الحال باستغلالهما منذ العصول القديمة باستخدام مجموعة من وسائل تكنولوجيا التي تتطور باستمرار كما قلت اليوم سنتطرق للأساليب التي يمكن استخدامها لتحويل ضوء الشمس أو حرارة الشمس إلى كهرباء باستخدام العديد من الأساليب التجريبية دعونا نبدأ بالنسبة للطاقة الشمسية يمكن أن تكون طاقة شمسية سلبية أو طاقة شمسية إيجابية بالنسبة للطاقة الشمسية السلبية هي الطاقة التي يمكن استخراجها انطلاقا من الشمس كتوجيه المباني نحو الشمس لاستغلال الطاقة الشمسية بدون استغلال تكنولوجي أو شيء من هذا القبيل بالنسبة للطاقة الشمسية الإيجابية هي الطاقة الشمسية التي تعتمد على مجموعة من التجارب أو مجموعة من التكنولوجيات الميكانيكية والكهربائية لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية في الطاقة الشمسية الإيجابية يمكن أن نتكلم عن لوحات الفوتو ضوئية وهي التي تستغل الشمس أو أشعة الشمس لإنتاج الكهرباء انطلاقا من لوحات فوتو فولتايك كما تشاهدون في هذه الصورة والطريقة الثانية هي الطاقة الشمسية المركزة والتي تعتمد على استخلاص حرارة الشمس لتسخين سائل مركز الذي يقوم بدوره بتسخين سائل آخر لإنتاج البخار مركز بدغط عالي لإنتاج لسوليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من توربينات ترجمة نانسي قنقر